اشتركوا في القناة تستند إلى نهج عملي وحكامة ترابية وتشاركية بهدف مواجهة تحدي النمو المستدام للقطاع وجعله يتمشى مع التغيرات المهمة للطلب والأسواق وفي هذا الإطار تم يوم 17 مارس الماضي التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026 بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي بميزانية تصل إلى 6.1 مليار ديال الدرهم وتهديفه من خلال خارطة طريقهاته إلى جدبي 17.500 ألف سائح سنويا بحلول سنة 2026 وخلق حوالي 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة والوصول إلى عتبة 120 مليار ديال الدهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة